اهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافضين نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف والمحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد القاصل مدد رئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ الوطنية حول العراق عاما جديدا في إجراء بات شبه تقليدي لكل الرؤساء الأمريكيين منذ عام 2004 وحتى الآن أي منذ احتلال هذا الولد عام 2003 لزعم إنشاء منظومة حكم تعتمد الديمقراطية في حكم العراق وتؤسس لبناء نظام مؤسساتي وما يلفت الانتباه هو مسويغات التمديد لهذا العام ففي نص الرسالة التي بعثها بايدن إلى رئيسة مجلس نواب الأمريكي نانسي بيلوسي ونائبته التي ترأس مجلس شيوخ كامال هاريس قال الرئيس الأمريكي إن العقبات التي تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما وتطوير المؤسسات السياسية والاقتصادية هناك لا تزال تشكل تهديدا غير مألوف وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة بحسب الكاتب فارس الخطاب في مقاله في موقع مركز رسام إنما يهمنا وبالتأكيد يهم كل المراكز الاستراتيجية للدراسات والتحليل هذا الاعتراف الرئاسي الأمريكي الخطير بفشل المشروع الأمريكي في العراق بدءا من احتلاله عام 2003 وحتى تاريخنا الحالي أي أن واشنطن التي غزت العراق وعيدة العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص بعراق ديمقراطي مستقر بمؤسسات سياسية واقتصادية رصينة وأنه سيمثل مصدر إشعاع وإلهام لدول المنطقة من أجل التغيير نحو النموذج العراقي وبالتالي النموذج الأمريكي تجد نفسها اليوم في وضع ينفي وجود أي مؤشرات عن وجود نظام دولة في العراق ورغم ضبابية قرارات الرئاسة الأمريكية منذ عام 2004 وحتى الآن بحالة الطوارئ المتعلقة بالمخاطر القادمة من العراق على الأمن القومي للولايات المتحدة إلا أن التمديد الأخير أفرز ملاحظات بالغة الخطورة لا يجب أن تمر مرور الكرام بأي حال من الأحوال إضافة إلى الأسئلة التقليدية التي تبرز في كل عام ومع كل تمديد لهذه الحالة والتي تدور أبرزها حول ما هي التهديدات القادمة من العراق والتي تستوجب أن تدخل واشنطن في حالة طوارئ وطنية ثم ماجد وهذا الوضع الذي لم ينجح في التخلص من هذه التهديدات رغم مرور التسعة عشر عاماً وصولاً إلى دور الحكومات العراقية المتعاقبة في التعامل مع هذه التهديدات الملاحظات التي أفرزتها مسويغات رئيس الأمريكي بايدن تركز على الاعترافات بأن لا يوجد إعمار في العراق بشكل مطلق منذ احتلاله وحتى اليوم وهذه مسألة تقود إلى مساءلة الحكومات العراقية عن مئات المليارات التي ادعت حكومات المحتل الأمريكي لأنها صرفتها من أجل الإعمار فهذا الملف تحديداً ربما يعلمه الشعب العراقي تماماً فقد خرج منتفضاً ومتظاهراً طيلة سنوات الماضية مطالباً باجتثاث الفساد وإعادة أعمار البنى التحتية المتهالكة لكن لا حياة لمن تنادي سواء على مستوى هذه الحكومات أو على مستوى اللقاءات الأمريكية مع رؤساء الوزرات العراقية الذين زاروا واشنطن والتقوا برؤسائها الملاحظة الثانية على رسالة بايدن إلى بيلوسي وهارس هي عدم وجود أمن لا آني ولا مستمر فيما تعلم واشنطن أنها هي من دمرت الجهاز الأمني العراقي بكل تفاصيله ومسمياته بقرارات أصدرها الحاكم المدني للعراق ببان احتلاله بول بريمر ثم أصبحت واشنطن هي من تتولى تحديد ضوابط القبول والانتساب للجيش العراقي الجديد وبقية القوى الأمنية الأخرى والتي حالصت أن تكون من وحي التخصيمات الطائفية والعرقية وتركت عمليات تلغيم هذه القوى بميليشيات أنشئت قبل احتلال العراق في إيران وبالتالي أصبحت هذه التشكيلات جزءا من المشكلة الأمنية لا حلا لها أما الملاحظة الأخرى وهي من أغرب الملاحظات أو قل الاعترافات هي نفي الرئيس جو بايدن وجود مؤسسات سياسية واقتصادية في العراق وهي مسألة غريبة وخطيرة تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الأولى عنها فمن يهدم البناء المؤسسية لدولة ما بغية تأسيس نظام مؤسسي ناجع ثم يترك هذا البلد بدون هذه المؤسسات يجب أن يحاسب قانونيا مهما امتد الزمن لأن القائمة بهذا العمل وهي الولايات المتحدة هنا كان يقصد تخطيطا وتنفيذا إلغاء مفهوم الدولة في العراق وقد مجح فعلا إذ حول العراق من دولة ذات مؤسسات ضابطة لإيقاع العمل والقانون والحياة الاقتصادية والسياسية إلى دويلة بيليشيات وقوى غير نزيهة جاءت مع قوى الاحتلال الأمريكي ثم الاحتلال الإيراني وقام الجانب الأمريكي فقط بتغطيتها بغطاء تسويقي اسمه الديمقراطية ركيزتها الوحيدة إجراء انتخابات مزورة ومقاطعة من قبل الشعب العراقي ونقرأ مقالا للكاتب علي حسين يقول فيه لا تسألوا ساستنا ومسؤولين لماذا تكرهون بغداد وكيف أن أحزابهم مستولت على مناطق حيوية فيها حولتها إلى إقطاعيات لا يسمح لأهل بغداد الاقتراب منها ولا تسألوا لماذا بغداد حائرة في اكتيار أنين لها يحولها من زرق ورق عبعوب إلى مدينة تنافس الرياضة أو طهران أو الدوحة أو أبوظبي أو أنقرة ولا تسألوا أيضا لماذا كل أو لماذا كل أمناء بغداد يعيشون خارج العراق يتمتعون بأموالها في مشارعهم الخاصة في كل يوم يباغيتنا أحد المسؤولين بمفردات مبتكرة مزيدة ومنقحة من قاموسهم الذي لا ينضب أبدا بما فيه من طرائف وعجائب وتتذكرون معي مقولة عمار طعمة الذي انزعج لأن كتب التاريخ تقول إن أبا جعفر المنصور بنى مدينة بغداد دائما ما أشير لكتاب المعماري العراقي موفق طائل بغداد جنة مع وقف التنفيذ ربما البعض من القراء العزاء يوافقون موفق طائل فهم مثله عرفوا بغداد أطفالا وشبابا عرفوا حدائقها الصغيرة والبيوت الهادئة وتنعموا بمشهد شارع الرشيد في الستينات ومروا من أمام مقهى البرازيلية أو وقفوا يتفرجون على ما يعرضه حسوا إخوان فهم يعتبرون بغداد أجمل مدن الأرض لكنه الخراب الخراب الذي يعم أم العراق كما وصفها محمد القبانشي منذ أن عاد موفق الطائل إلى بغداد عام 1947 من زمالة دراسية في بريطانيا قرر أن يفعل شيئا عظيما لبغداد رافعا شعار فلندأها تزهر كان موفق الطائل وفيا لأساتذته الكبار حمد مكية ورفعة الشادرشي ومعهم الجيل العملاق قحطان المدفعي وإحسان شيرزاد ومعاذل آلوسي وإحسان فتحي ومحب الدين الطائل ونول محمد رضا وهشام المدفعي ونزار علي جودة وقحطان عوني وسعيد علي مظلوم وعبدالله إحسان كامل ومعهم العشرات يملؤون بغداد ومدن العراق بحضورهم وصخبهم لم يبقى اسم اللامع إلا وأراد أن يضم إلى سيرته منجزا يقدمه إلى بغداد في كتابه يوجه موفق الطائل ذاء صادقا حافظ على بغداد حيث يطلب مننا أن لا ننسى وصية معلمه حمد مكية التي كتبها قبل وفاته بأيام استمعوا إلى بغداد أصغوا إلى صوتها كثيرا ستكتشفونه في حركة الشجر والنخيل في دفق ماء النهر فالضحكات الصافية تأملوا لونها تجدونه في الطابوق في الخشب في زرقة الماء في سمرة الأهل لا ترصد المؤسسات العربية الرسمية عن قصد حجم الأعداد البشرية الحقيقية التي تغادر المنطقة بشكل نهائي كل سنة في واحدة من أخطر الكوارث السكانية والاجتماعية والاقتصادية التي تهدد المنطقة لكن حتى إذا صدرت دراسات علمية رسمية عن بعض المنظمات مثل جامعة الدول العربية أو بعض الدراسات الإقليمية فإنها تواجه بلا مبالاة الأنظمة التي لا ترى في هذه الكارثة تهديداً لوجودها في السلطة الأمر الأخطر في هذه الكارثة أنها تضاعفت واشتدت بعد ثورات الشعوب الأخيرة وما أعقبها من حروب وفوضى دفعت بموجات الهجرة إلى أعلى نسبة لها في تاريخ المنطقة فبحسب موقع صندوق الأمم المتحدة للسكان عرفت المنطقة العربية هجرة حوالي أربعين مليون مهاجر سنة 2019 منهم تسعة ملايين وثلاثمائة ألف من اللاجئين وهم يشكلون حوالي عشر في المئة من مجموع عدد سكان البلاد العربية يمثل هذا المؤشر الرقمي أخطر المؤشرات عن التحولات التي ستعرفها المجتمعات العربية في المستقبل على كل المستويات وخاصة منها الاجتماعي والاقتصادي بما هم العصب المحركة للأمة وشعوبها كيف تحولت بلاد العرب إلى جحيم لا يطاق وهو جحيم تتساوى فيه الدول الغنية بالدول الفقيرة بل هو جحيم أشد في حال السلم منه في حال الحرب ففي سوريا يهرب الناس لاجئين من جحيم الدمار والقصف والقتل الذي تمارسه ميليشيات الأسد ومرتزاقة روسيا وإيران لكنهم قد يعودون غدا إلى قراهم ومدنهم يوم تنتهي الحرب أما في بقية الدول العربية الأخرى التي يهرب منها شبابها وهي في حال السلم كما هو الحال في تونس أو الجزائر أو المغرب فإنهم في الغالب لن يعودوا أبدا إلى أوطانهم الحرب والبطالة والاستبداد وغياب الحريات وانتشار الفساد وانسداد الأفق والظلم منتشر في كل مكان حول البلدان العربية إلى جحيم لا يطاق لم يعد الأمر مقتصرا على الشباب العاطل وعلى أصحاب الرأي والفكر بل طال الوباء كل طبقات المجتمع بما فيها الطبقات الميسورة التي تسارع بإرسال أبنائها إلى الخارج لأنها تعلم أن الطفان قادم في الطريق وأن مسألة الهروب الكبير مسألة وقت فحسب نشرت صحيفة فيزيغلياد الروسية تقريرا تحدثت فيه عن الخطوات التي سوف تتخذها روسيا ردا على الانضمام المحتمل لكل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي أقلت الصحيفة في تقريرها روسيا هددت البلدين باتخاذ إجراءات انتقامية يرافقها رد فعل دبلوماسي وعسكري يختلف عن الموقف الذي اتخذته تجاه أوكرانيا ونقلا عن صحيفة جلوبال تايم زيار الخبراء الصينيون أنه عقب الانضمام إلى الناتو ستجد سويد وفنلندا نفسهما في مصيادة الجانب الأمريكي الأمر الذي يفاقم الوضع الأمني في أوروبا وحول هذا أوضح الباحث البارز في الدراسات الأوروبية في معدر الصين لدراسات الدولية سوي هونج جيان أنه عقب الانضمام إلى الناتو تستطيع الولايات المتحدة نشر أسلحة استراتيجية في هذه الدول ونقلت الصحيفة عن العالم السياسي مارات بارشيروف تعقيبه الذي قال فيه في جميع الأحوال سترد روسيا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو ويقى السؤال المطروح هو مدى طبيعة هذا الرد ففي حال ظهور قواعد تابعة للحلف على أراضي هذه الدول ستنشر روسيا أنظمة صواريخ بما في ذلك الحامل للأسلحة النووية فضلا عن أنظمة دفاع جوي تستهدف أراضي فنلندا والسويد لكنه في الاقتذاته استبعد إمكانية فرض عقوبات منفصلة ضد فنلندا والسويد على غرار حظر السياحة المتبادلة بدوره يعتقد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاترحاد للشؤون الدولية لادمير ديجباروف أن رد فعل موسكو على انضمام جيرانه الشماليين إلى نيتو يختلف تماما عن ردها على محاولات مماثلة من جانب أوكرانيا وأضاف اتبعت أوكرانيا سياسة معادية لروسيا وقطعت سلطاتها جميع العلاقات مع روسيا ولم تكتفي بذلك فقط بل منعت مواطنيها من التحدث باللغة الروسية وعززت قدراتها الدفاعية ونظر الاختلاف الوضع بالنسبة لفنلندا والسويد نحن متأكدون من أن فنلندا ستبذل جهدها في سبيل الحفاظ على العلاقات التي تجمعها مع روسيا وسترفض إقامة بنية تحتية عسكرية للتحالف على أراضيها ولن تسمح أيضا بنشر أسلحة نووية على ترابها نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا حول تغير الكبير في ميزان القوى العالمية بين صعود متزايد للولايات المتحدة وحلثائها الأوروبيين مقابلة قهقر روسيا ذكرت الصحيفة أن روسيا فشلت في غزوها المتهور لأوكرانيا حيث رأت أنه بغض النظر عن كيف ستنتهي الحرب فإن الحقيقة هي أن موسكو تبدو غير قادرة على هزيمة دولة مجاورة صغيرة نسبيا بينما أصبحت أمريكا وحلفاؤها أكثر اتحادا مما كانوا عليه منذ سنوات فيما بات حلف شمال الأطلسي نيتو على وشك أن يصبح أكثر قوة مع إضافة فنلندا والسويد وقال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أن الرئيس الروسي فلاديمير فوتن أخطأ بشكل واضح في تقديرات قدرات روسيا على الحفاظ على مشروع كبير وعندما يحين وقت التسوية لن نعود إلى العلاقة السابقة بل إلى وضع سيكون مختلف لروسيا بهذا السبب وتساءلت الصحيفة الأمريكية عن تعامل الخصوم مع تعثر جيش في المعركة كما حدث مع روسيا لافتة إلى أن المنطق القاسي للحرب يقول أن القوات المتقدمة يجب أن تتحرك بسرعة لتعزيز مكاسبها والاستفادة القصوى من الوضع الاستراتيجي الجديد ولخص أتيكسون النظام الجديد للمعركة في أوروبا على هذا النحو في أقل من ثلاثة أشهر تغير المشهد الاستراتيجي بشكل عميل مما أدى إلى تنشيط تحالف عسكري لحلف شمال الأطلسي بدى وكأنه يحتضل تقريبا مما يقوض أن لم يكن يقضي على الطموحات الإمبريالية الروسية ويعيد تأكيد القيادة الأمريكية في تحالف قوي من الديمقراطيات الليبرالية ذات التفكير المماثل بدورها أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن التاريخ يعلم أهمية اقتناص اللحظة لكن سياسية كيسنجر تحذر من أن إدارة بايدن يجب أن لا تبالغ في لعب دورها في نجاح أوكرانيا فقد تصبح هزيمة بوتن قضية فضوية للغاية من خلال محاولة روسية يأسة لاستخدام الأسلحة النووية أو ببساطة من خلال انتشار الفوضى والتشردم عبر أوراسيا مع تشردم القوة الروسية يجوب روب برينفاوب شوارع منطقة بيفرلي هيلز الأمريكية الراقية واضعا على جسمه نحو ثلاثين كيلو جراما من النفاقات فبتها على زيه المصنوع من مادة البلاستيك الشفافة منذ أن باشر مشروعه التثقيفي أقل الناشط البيئي لوكالة فرانس بريس إن الغالبية بيننا تعتقد أن النفايات ينبغي أن تكون بعيدة عن الأنظار والأذهام نرميها في سلة المهملات ولا نفكر بها بعد ذلك مضيفا أردت إيجاد وسيلة مرئية لمساعدة الناس على فهم ما يمثله تراكم نفاياتنا وفي إطار التحدي الذي يخوضه قرر أن يرتدي كل النفايات التي ولدها على مدار شهر كان ويجوب بها شوارع لوس أنجلوس لزيادة الوعي لدى الأشخاص الذين يقابلونه ومع الوصول تقريبا إلى نهاية التجربة أصبح جرينفالد يصطحب معه ثمانية وعشرين كيلو جراما من النفايات مؤلفة تحديدا من عواد تغليف وضعها في جيوب ضخمة فبتها على أطرافه وبطنه وظهره والآن مشاهدين إلى الرسوم الكاركاتيرية موسيقى 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 المترجم للقناة وبهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوة أهدنتم بخير مشاهدين إلى اللقاء